إلى الخبر التالي صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه بناء على ما توفر للرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات عن تورط عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة وقد تم في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة القبض على 16 سعوديا من إضافة إلى شخص إيراني وآخر لبناني في أربع مناطق من المملكة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية سيتم إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات العدلية والله الموفق نعيد كراءة هذا البيان الذي وردنا من وزارة الداخلية مشاهدنا الكرام حيث صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه بناء على ما توفر لرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات عن تورط عدد من السعوديين والمقيمين بالمملكة في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة وقد تم في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة القبض على 16 سعوديا بالإضافة إلى شخص إيراني وآخر لبناني في أربع مناطق من المملكة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وسيتم إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات العدلية والله الموفق